استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان رئيس الدولة حافظه الله فريق هجن الرئاسة بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل انهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وطلع سموه خلال استقباله الفريق يرافقهم معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل انهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد الامارات لسباقات الهجن اطلع على الإنجازات التي حققتها هجن الرئاسة خلال مشاركاتها فيهم إحرجانات ومنافسات الموسم الحالي وهنأ سموه الفريق مثنيا على جهوده التي كان لها الأثر الإيجابي في أداء هجن الرئاسة في جميع المنافسات التي خاضتها خلال الفترة الماضية مؤكدا سموه أن الرياضات التراثية ومنها سباقات الهجن تحظى بأهمية تاريخية واجتماعية لدى شعب الإمارات كونها موروثا للأباء والأجداد نحرص على الحفاظ عليها وتأصيلها وتسجيع الأجيال الجديدة على ممارستها